بتبدأ الحلقة الـ 26 من مسلسل المداحة 2 بمشهد بيظهر فيه صابر وهو بيحفر في الأرض وبيدور على السر اللي سايبه أبوه في الأرض واللي كان قال عليه قبل كده وأول ما بيحفر وبيحط إيده على الأرض بلاي فتحة فتحت وتحتها نور وللمفروض إن هي دي البير والبوابة اللي بتودي على العالم الجن وبيتخد صابر وهو بيحفر ولكنه بيبدأ يهدى وبيردم على الحفرة اللي ظهرت وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف حسن في الوكالة قاعد متوتر وبيدخل عليه عبد الرازق وبيقوله إن الست اللي ادها الخلطة دخلت العناية المركزة وإنها تعبنة جداً وبيرد عليه حسن إن الخلطة اللي ادها لها كلها بركة فبيقوله عبد الرازق إن ما فيش بركة ولا حاجة ودي الحركات دي يعملها على حد تاني وبيستغرب حسن من طريق كلامه اللي اتغيرت وهو أصلاً اللي كان بيقنعه إنه مبروك وقال عبد الرازق لحسن إن الحكومة لو هتعرف هتوجي في دهية وحذره من إنه يجيب سرطه للحكومة لو الموضوع تعرف وفي الجامعة بتدخل سهيلة المكتب بتاع الدكتور حمدي وقالت له إن هي عاوزة تفسير للكلام اللي بيتقال عنه إن عتد على طالبة عنده فقال لها الدكتور حمدي إن الموضوع ده ممكن يكون حصل فعلاً بعد وفاة مراته في طالبة عنده قربت منه وفعلاً حصل بينهم تجاوزات بس الموضوع ده خلص من بدري وإن الحاجات دي ظهرها في الوقت ده مقصود وقال الدكتور حمدي لسهيلة إنه هو مش وحش لإنه لو كان وحش كان آزاها وهو ما عملش كده بالرغم من إن أزيتها كانت مطلوبة منه بتستغرب سهيلة من كلام الدكتور حمدي وبتقوله إزاي كان مطلوب منه أزيتها فقال لها إن فيه واحد رحله من فترة وطلب منه يقرب من سهيلة ويحل مشاكلها وبعد فترة يخضرها ويصورها وهو بيعتدي عليها بس هو رفض ينفذ الكلام ده لإنه حبها بجد وبتسأل سهيلة عن الشخص اللي طلب منه كده لكن المشهد بيخلص هنا وفي بيت الشيخ عبد الرحمن بنشوفه قاعدة جنبه جميلة وبيطلب منها إنه يخرج من البيت وفعلا بتقومه وبتخرج معاه وبيقعده على البحر وبتتكلم معاه عن ملك وإن اللي هي كانت ورسه العلاقات بينهم وإنها أخدت بالها من كل ده بعد ما شافت اللي حصل للشيخ عبد الرحمن والصابر على إيد ملك أو مليكة وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف صابر مع الدكتور زهير في بيته واللي بيقوله إن الأرض البور دي أكيد فيها الهيكل اللي قال عليه أبو الشيخ سلام فرد عليه صابر وقال له إن الأرض زي الصخر ومش نافع فيها الحفر وبيقول الدكتور زهير لصابر إن كده يبقى هو ده المكان اللي موجود فيه الهيكل وأكيد البير ده فيه سر نهايتهم وأكيد إن عادل لما وصل للبير أصابته الشرور ومات وعشان كده حذر الدكتور زهير صابر من إنه يكمل في الموضوع ده وقال لصابر بس برضو لازم ياخد باله من إن أبو قال له إن السر اللي موجود في الأرض بيحميه منهم بس هو يوصل له الأول وقال له كمان إن اللي هيكسر شوكة مليكة هو وصوله للهيكل وبعد ما بيروح صابر البيت وبتقابله سهيلة وبتتكلم معاه وبتقوله إن الدكتور حمد اللي كان متقدم لها حد فضحه بيهدده إن يبعد عنها ولما بيسألها صابر مين اللي بيعمل كده فبتقوله سهيلة إن عماد جوز عيشة هو اللي عمل كده وبيتصدم صابر أول ما سمع اسم عماد وإنه وراء اللي حصل لسهيلة ولما بيسألها هو عمل كده ليه بتقوله سهيلة إنها مش عارفة هو عمل كده ليه ولا عارفة إيه اللي بينه وبينحمج عشان يعمل كده فبيطلب منها صابر إنها ما تتكلمش مع حد لحد ما هو يتصرف وفي المشهد اللي بعد كده بيروح صابر بيت عماد وبيسأل عليه لكن عيشة بتقوله إنه مش موجود بس بيلاحظ على رقابتها علامة الشمعدان بتاعت ماليكة ولما بتسأله عاوز عماد في إيه بيقول لها إنه مش عاوز حاجة بس عيشة بتحاول تتهرب منه لكنه بيمسك إيديها وبيقول لها إزاي ما أخدش باله من إنها مأزية وبيسألها بنتها فين وقبل ما بترد عليه بيرو عليها قرآن وبيظهر عليها علامات غريبة وبتحاول تبعد عنه إلا إنها مش بتقدر عليه وبتهدى في الآخر وبعد كده بتسأل عيشة صابر إلا حصل لها فبيقول لها إنه جزء عماد عمل لها عمل بالطاعة وإنه كان عاوز يأذيهم كلهم وخلها تسيب صلاطة وتنفذ أوامر الجن بتاعه وقالت عيشة لصابر إنها بعد ما تجوزت عماد هو حاله تبدل وتغير وكان بيقعد في قط ويقفل على نفسه الباب وبتسمع أصوات غريبة ولما بتسأله إيه لا يحصل مع عماد الله صابر إنه هيختفي الفترة دي لإنه أكيد عارف إنها بقت كويسة دلوقتي وإنه نكشف وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف حسن داخل الوكالة وبتكون مستنياة رحاب ومنال هناك وبتطرد رحاب من الوكالة ولما بيتكلم مع منال بتقوله يسأل هبة وبتطلع له الفيديو اللي كان بيتكلم فيه مع شريك والحاجة عباس واللي قال فيه إنه عاوز يتجوز هبة وبيقول حسن لمنال إنه كان بيهزر بس رحاب بتطرده من الوكالة وبتقوله يسلم كل حاجة تخص الوكالة لعبد الرازق وبتطلب منال من حسن إنه يطلقها وبيمشي حسن من الوكالة وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف هبة في فيلا بولخير بيزبطوا حاجات في الشغل وبيجي لابولخير تليفون فبيطلب من هبة إنها تطلع فوق ولما بتسأله تطلع فوق ليه بيقول لها مش وقته وبيدخل عليه صابر وبيتخانق معاه وبيقوله إنه كشف عماد وعباس وبيقول لابولخير إنه ما كشفهمش ولكن دورهم خلص وفيلا هيكمل بعد عماد وعباس وإنهم هم اللي كشفهم قدامه عشان يعرفوا قوتهم وإن كل قوته في إيديهم وكل ده وهبة بتسمع وشايفة الحوار اللي داير بين صابر وابولخير وبعد ما بيمشي صابر بيشوفها ابولخير وهي وقفة وبعد كده بتنزل هيبة وبتسأل ابولخير عن سبب الخناء اللي بينه وبين صابر وإنها بسبب الأرض وبتقوله إن ملك طلبت منها برضو إنها تقنع صابر إنه يبيع الأرض وقال لها ابولخير إنها لو قدرت تقنعه هيكون لها مكافأة كبيرة وفي المشهد اللي بعد كده بتكون رحاب في الشركة عند ملك وبتقول لها إنها مش عاوزة تكمل في الشركة وإنها هتسيب الشركة فبتقول لها ملك إنه مش هينفع تسيب الشركة وبتهددها بصور لها مع اللي قتل مونير الشهاوي وبتقول لها إنها هتوديها في دهيا لو معقنعتش صابر إنه يبيع الأرض وبعد كده بتروح رحاب لصابر وبتحكيله على كل ما حصل وبيطمنها إنه مش هيسيبها ولا يخلي حد يئزيها وبتسأله رحاب عن الأرض فبيقول لها تنسى الموضوع ده وما تسمعش وأسواسة ملك وبو الخير والمشهد الأخير بنشوف فيه مانيل وهي أعدى في قضيتها وبتؤمن النوم على أصوات غريبة وأول ما بتؤمن على السرير بتصرخ كأنها شافت عفريت ترجمة نانسي قنقر شكرا